مساء الخير ظروف صعبة وإمكانيات محدودة دفعت بالكتير من العلماء وأصحاب المهارات للسفر إلى الخارج خارج بلدانهم العربية طلبا للعلم والخبرة والحياة الأفضل منظمة العمل العربية في تقرير لها قدرت الخسائر اللي تتكبدها الدول العربية سنويا بما لا يقل عن 200 مليار دولار بسبب هجرة عقولها وكفاءاتها إلى الخارج شو اللي بيدفع هذه العقول لمغادرة أوطانها وكيف ممكن إعادتها للاستفادة منها في البناء والتطوير وشو هي التحديات اللي ممكن تواجههم في حال قرروا العودة بالفعل وهل هناك أصلا خطة جدية في هذه الدول لإعادة أبنائها وعقولها المهاجرة هذا هو موضوع اليوم في حلقة جديدة من هوار بلاس ترجمة نانسي قنقر برحب الآن بضيوفنا معنا من مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية العالم في النانو تكنولوجي البروفيسور مونير نايفي معنا من مدينة هيكستاون في نيوجيرزي مسؤول فريق الهندسة الكهربائية في فريق مروحية ناسا لمريخ 2020 لؤي بسيوني ومعنا من القاهرة مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد المسلماني مرحبا بالجميع بروفيسور نايفي مساء الخير خلينا أبلش معك أولا نعطي المشاهدين فكرة عن بعض الأشياء اللي أنت معروف عنك أولا أنت متخصص في الفيزياء الذرية أوجد فرع جديد من الكيمياء اسمه كيمياء الذرة المنفردة عندك حوالي 23 براءة اختراع علمي إنجاز وسيفي ما شاء الله يعني هائل أولا هل كان فيه إمكانية بروفيسور نايفي أنك تضل في الوطن العربي وما تترك لفترة طويلة عيد السؤال مش مسموع كثير هلأ عم تسمعني دكتور طيب عنا مشكلة ظاهر بالاتصال مع البرفيسور نايفي سنرجع له بعد شوي خليني أنت إلى هيكستاون في نيوجيرزي معنا من هناك المهندس لأي باسيوني مسؤول فريق الهندس الكهربائية في فريق مروحية ناسا لمريخ 2020 مرحبا باش مهندس معنا في حلقة اليوم من حوار بلس أيضا أنت إلىك منجزات كبيرة مسؤول أو أحد المسؤولين عن وضع طائرة صغيرة مروحية على الروبوت اللي طلع على المريخ ما شاء الله إنجاز علمي هائل أيضا بدأ أسألك نفس السؤال أنت أصلا من فلسطين هل كان فيه إمكانية أنك تضل في فلسطين أو في الوطن العربي على الأقل وما تهاجر للخارج طيس صراحة أنه أنا جيت لهدف الدراسة طبعا أنه واتوفرت إلي طريقة أنه أدرس في البلاد فيها طبعا أطلعت أنه أطلع ومن ثم أنه يعني استقررت هون أنه طبعا ما فيه عندنا نطعفنا من غزة وطبعا عندنا صعوبات أكثر من الوطن العربي أسباب ثانية فهذا الشيء في نفس الوقت أنا بدي أشغل فيه مجال يعني متطور وهذا الشيء يعني غير موجود يعني بشيء أنه في مجال أنه واحد ممكن يشغل فيه يعني خصوصا في الأبحاث وأشياء متقدمك جدا يعني مع أنه في كتير من دولنا العربية الآن باش مهندس متطورة جدا فيها جامعات محترمة فيها مراكز أبحاث فيها تطور علمي في مجالات تكنولوجية كتير ما فكرت أبدا أنك ترجع لهذه المنطقة ولا أنا بفكر يعني بس بفكر أنا صراحة أنا في الوقت الحالي أنه بقيم على إنشاء شركة طبعا أنه خبرة يتعامل مع ناسا في الوقت الحالي بتعامل مع ناسا بحيث أنه أنشاء شركة تعتمد على التكنولوجيا تباعدها ففي نفس الوقت يعني في المستقبل يعني ممكن أنه نفتح أفتح فرع مثلا في الوطن العربي أو في بلد عربي يعني دائما بفكر بهذا الشيء وأنا يعني جزء من كتير مؤسسات نسجع على إنشاء الشركات ويعني إنشاء فكرة الاختراع لأنه صراحة هذا الشيء اللي عندنا ناغص نحن كثير أشياء يعني عنا أشياء تقليدية يعني مثل الدراسة وتدور على عمل وفي نفس الوقت يعني ما فيه أنه كيف تسجع الشباب أنه صراحة الواحد أنه ينشئ مستقبل ومش عن طريقة أنه نلاقي وظيفة أنه عن طريقة أنه ممكن يعمل ترع ويعني لازم كنا كمجتمع أنه نحن نحاول أنه نبني نفسنا يعني مش أنه ناعتمد على شيء على جهة معينة طيب خلينا نرجع مرة أخرى لمدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية أعتقد بروفيسور مونير نايفي صار معنا بروفيسور سامعني الآن سامعني مرحبا بك معنا كنت سألت قبل شوي عن أنه هل كان فيه إمكانية أنك تضل في العالم العربي تعمل في إحدى الجامعات أحد مراكز الأبحاث معاناها مش كتير ولكن موجود منها هل كان فيه إمكانية أنك تضل في هاي المنطقة من العالم أولا مساء الخير طبعا هذا موضوع يعني حديث استاع ومهم جدا طبعا كان باستطاعتي أضل لكن طبعا الوضع في الماضي يختلف عن الوضع الآن طبعا سألتني هل ممكن أنه أرجع الآن وأضل يختلف على أنه هل ممكن أن يكون ما هاجر فهل صار عندي معرفي أكثر صار عندي معلومات صار عندي متطلبات أكثر لأقوم بأبحاث العالم العربي لسوء الحظ يعني أجد على أنه صحيح أنه فيه جامعات ونحن نبتخر فيها ومؤسفات وفيه تقدم طبعا يعني على مدار الساعة لكن العالم الآخر يتقدم كمان بتصارع أكثر نجد على أنه الفجوة عم بالزيد فأنا لو بدي مثلا أرجع وأعمل بنفس العمل اللي بيكون فيه هنا في جنوب شيكاغو وفي الولايات المتحدة من البحث والتطوير والتدريس أكاد أجزم أنه لن يكون بنفس المستوى يعني على الأقل في الفترة اللي أنت غدرت فيها بروفيسور نيفي أعتقد في أوائل السبعينات أو شيء من هذا القبيل يعني أكيد في هذه الفترة يعني علمنا العربي من هذه الناحية التكنولوجية ما كانش متقدم ولكن الآن يعني منقدر نقول أنه صار في عنا بعض الأماكن اللي ممكن للعلماء مثلك يكون لهم دور في تطويرها طيب خلينا أنتقل مرة أخرى إلى القاهرة مع الدكتور أحمد المسلماني مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية مرحبا بك معنا أيضا دكتور أحمد في التقرير اللي عرضناه قبل شوي أرقام الحقيقة مهولة 200 مليار دولار سنويا خسائر الاقتصاد العربي من مسألة هجرة الأدمغة يعني خسائر سنوية 200 مليار دولار هذا مبلغ مهول شو اللي ممكن نعمله في عالمنا العربي حتى نستفيد من هذه العقول اللي سافرت من الخبرات اللي غادرت العالم العربي ترجع ونستفيد منها في بناء وتطوير الأوطان هون مساء الخير تحياتي لحضرتك وللسادة الأفاضل المشاركين في الواقع هذا سؤال مؤلم يعني نحن نتحدث تبقى لهذه الأرقام عن تريليون دولار كل خمس سنوات يتم استنزافها من العالم العربي وهذا رقم مفزع للغاية لكن في الواقع الأسباب زيلك متعددة بعض الأسباب متعلقة بالتطور الطبيعي لعمل أكاديمي حين يصبح الشخص معيدا في الجامعة فإنه يطمح لرسالة الماجستير أو الدكتوراه أن تكون في جامعة كبيرة في الخارج ولكن البعض يسافر بطريقة مؤقتة من أجل حصول على درجة علمية ثم إذا به يقيم أسرة ويندمج في شركة أو مؤسسة أو عمل عام يجعله يبقى هناك تحول الأمر من مهمة علمية إلى إقامة دائمة أو إلى هجرة إلى هذه البلدان فهناك أسباب مختلفة لذلك لكن هذا النزيف يجب أن يعاد النظر فيه لا نقول بأنه لا يسافر أحد الخارج ولا بأنه يجب على كل من سافر أن يعود وإنما هناك التعاون العلمي الذي يجب أن يكون حاصلا بمعنى كما تفضلت حضرتك هناك مؤسسات علمية مهمة في مصر في الإمارات في السعودية في المغرب العربي في دول مختلفة موجود مؤسسات علمية مهمة لا أقول أنها بمستوى الغرب ولكنها تصلح لأن تكون جسرا للتعاون العلمي مع الغرب يجب أن يكون مثلما بالضبط الصينيين والهنود يعتبروا نفسهم في مهمة علمية في الخارج من أجل بلادهم يجب على النخب العلمي العربية أن نفسها أيضا في مهمة في الخارج والغربية وما برجعوا على بلادهم يعني طبعا نسبة وتناسب لأن عدد السكان في الصين وفي الهند كبير هناك مجموعة كبيرة تعود منهم ولكن هناك منهم أيضا من يبقى في الأوطان الجديدة كلام حتك صحيح تماما لكن مع ملاحظتين الملاحظة الأولى حتك تفضلت وقلت نسبة وتناسب أن النسبة كبيرة تعود هي أكبر كثيرا جدا من النسبة العربية التي تعود الأمر الثاني أن المجموعة الموجودة لا تزال من الصينيين والهنود وده لهول الدكتور أحمد زويل الحيز على جائزة نوبل لأنه كنت مستشار لي لعدة سنوات فالدكتور زويل قال لي أن هم بيعتبروا نفسهم هناك في مهمة علمية لا تنقطع أبدا عن القواعد العلمية الموجودة في الهند والصين وبالتالي العائدون أكثر من العالم العربي وأيضا من يبقوا هناك هم يظلوا على صلة بالمؤسسات العلمية الكبيرة في ودي بنجلور في الهند أو في جامعات شنغهاي وبكين وبالتالي يمكن أن تكون هذه التجربة ملهمة أنه يجب على البعض أن يعود ليقود الحركة العلمية من هنا ويجب على من يبقى هناك أن يمد الجسور التعاون العلمي والتطوير العلمي مع المنطقة العربية وهذه مسألة مهمة كيف يمكن مد مثل هذه الجسور خاصة بالنسبة للكفاءات والخبرات التي قررت لسبب أو لآخر أنها تبقى في المهجر على كل حال سنتابع هذا النقاش مشاهدينا بعد قليل بعد هذا التقرير خليكم معنا في حوار الفلاحس اشتركوا في القناة من دابع الحديث مع ضيوفنا في حوار بلس وبنتقل مباشرة إلى هاكتستاون في نيوجيرزي مع المهندس لؤي باسيوني باش مهندس هل العلم ومجال العمل هو فقط اللي خلاك الضل في الخارج أم هناك أسباب أخرى أسباب لها علاقة بتحسين نوعية الحياة أسباب مالية ربما أسباب لها علاقة في المناخ العام الموجود في الغرب في الولايات المتحدة تحديدا هل هناك أسباب أخرى غير السبب اللي له علاقة مباشرة بمجال تخصصك؟ والله هو صح أنه في لها يعدد أسباب وطبعا أنه الواحد يعني الأسباب طبعا السياسية الموجودة عندنا والوضع السياسي طبعا صعب عندنا خصوصا واحد من الغزة وفي نفس الوقت يعني الهدف أنه كان يجل أني أدرس وأشتغل ويعني وأحاول عن إنشاء شركة طبعا لساتني ماشي في نفس الفكر ونفس الحلم طبعا أنه الواحد يشغل في مجال أنه فيه احتمال يستطيع أنه يخترط التكنولوجيا تأثر على العالم ومنها من ثم الواحد ممكن برضو يرجع بس طبعا الوضع عندنا في فلسطين ما لبسي أسوأ طبعا أنه فكرة أنه الواحد برجع لو حتى كانت موجودة تشوفها بتصير أبعد وأبعد طيب نفس الشيء هل فيه مجال أنه الواحد يرجع إذا فيه ظروف مناسبة هل مسألة العلم ومجال العمل هي فقط الأسباب اللي بتخلي شخص مثل حضرتك يضل في الغربة أم أنه أسباب أخرى اقتصادية اجتماعية إلى آخره طبعا الغرض الأساسي هو العلم وكونه أنه يعني الوضع في مهجر أو في الولايات المتحدة يعني بيستخدم العقول تقريبا 100% إنما فيه أسباب أخرى أسباب أخرى ما كان الواحد يعرفها إلا بعد ما جلس صورة فترة وشاف شو الوضع مثلا مثل ما حدت على الجيل الثاني الأولاد أنه شو وضعهم رح رح يصير يعني أنا مش رح أكون أنه أنا سافرت لأنه عندي حب للعلم والتقنيات والإختراعات أبلادي بيجوز عندهم نفس الحب أو أكثر حتى فهنا بصير الواحد فيه مصيبي يقع الإنسان المسافر بين فكين فك القوة الطاربة في العالم العربي والقوة الجاذبة في الغرب يعني بعد جهتين فنجد هنا تضمن الوظيفة يعني في العالم العربي ألا فيه زي انفجار بعدد السكان انفجار بعدد التلفونات الآيفون بالتلفزيونات بكله لكن ليس هناك انفجار في المصانع ما زادت المصانع ما زادت المؤسسات البحثية ما زادت الاستهلاك على المستوى التقني فإذن ما فيه مساواة بينما الغرب حتى لو عنده زيادة السكان يحتاج الى كمان هجرات لانه التقدم التصنيعي والتقني والعلمي على نفس المستوى ما كانش أسرع من التعداد السكان فنجد على انه الواحد اولا يعني بيدمن وجوده هون يعني هذا طبعا ما كان الواحد يفكر فيه قبل كان يفكر فيه شاب صغير يحلم بانه يكون على الشاشة العلم والتقنيات ويظهر اسمه ما فيه مانع يعني من هالناحية أما بالنسبة للعلماء ما ينغر الإنسان المردود المالي في الولايات المتحدة للعلماء مش كثير يعني طبيب واحد يمكن يعمل فلوس على ثلاث أربع مرات من العالم واحد صاحب متجر ممكن يعمل أكتر صحيح نعم فيه أسباب هي أنه استمرارية وكمان أنه قد نكون العطاء العودة للوطن هو العطاء للوطن والآن أينما نتحدث سواء عن بعض وكأنه جنب بعضي فممكن أنا أفيد أو غيري فيه صحيح عالم العربي بطريقة يفتح مجالات بطريقة أفضل وأسرع وأقوى من أننا سأجل صناك ولا في معجات ولا في تجهزات ولا في سياسات وطنية ولا ولا سوق ولا بحث ولا انتشف دكتور أحمد ما رأيك نقاط مهمة أثارها البروفيسور نايفي أولا مسألة القوى الطاردة في عالمنا العربي هو يتحدث عن قوى طاردة من العالم العربي إلى الخارج وقوى جاذبة في بلدان المهجر الجديدة كيف ممكن في عالمنا العربي نخفف على الأقل من هذه القوى الطاردة بحيث أنه نعطي حوافز أكتر ليه علماءنا ليه خبراتنا ليه شبابنا اللي بطلع بدر السبرة أنهم يرجعوا ونستفيد منهم الحقيقة هذا التعبير يستحق التقدير فعلا هناك قوتين قوة طاردة وقوة جاذبة هذا تعبير مفسر بشكل دقيق للظاهرة ولكن على صعيدة طاردة حضرتك القانون العلمي في العالم العربي يجب أن يعاد النظر فيه بمعنى أن اللوائح بس هل العلم لوحده دكتور أحمد هو يعني الشيء اللي بيجذب الشباب والعلماء أنهم يظلوا في البلدان الجديدة هل هناك أسباب أخرى يعني أسباب اجتماعية سياسية اقتصادية أيضا بالإمكان العمل عليها لتحسينها وجعل البيئة أكثر قبولا لعودة هؤلاء لا شك كما تفضلت وهنا اسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى الدكتور أحمد زويل في كتابه عصر العلم الذي قدمه نجيب محفوظ بيقول فيه ثلاثية للتقدم العلمي العلم التكنولوجيا المجتمع بدون المجتمع الذي يعطي هذه المكانة للعلم والإرادة السياسية التي تحمي البحث العلمي وبالتالي الموازنة حين تعرض على أصحاب القرار يكون فيها نسبة مقبولة للبحث العلمي لو لا هذه البيئة العلمية والمجتمع العلمي مهما توفرت الأسباب النظرية للعلم أو الأسباب الفنية التكنولوجيا لا يمكن أن يهض المجتمع فهذا كما تفضلت لابد من أن تكون البيئة العلمية والمجتمع العلمي مناسبا إنما حتى ينشئ المجتمع العلمي لابد من إرادة سياسية لابد من القانون العلمي أن يكون سامحا ومعبرا ومحدثا بطريقة تساعد على ذلك ثم أسباب التمويل إما الرواتب والمخصصات يجب أن تكون لحياة لائقة للعلماء ليست الصورة للشعر المنعكش والفقر التي تظهر في بعض الأفلام السينمائية يجب أن تكون حياة كريمة للعالم وميزانية كافية للمعامل والمختبرات التعديل القانوني والحماية المالية والإرادة السياسية تخلق المجتمع بدون المجتمع الحامل للعلم لا يمكن أن ننضي في هذا الطريق طيب بدأ سألك بعد شوية دكتور أحمد أنه هل ممكن أن نستفيد من هذه الخبرات حتى لو بقيت في الخارج أشرت قبل قليل عن بناء الجسور مع هؤلاء يعني إذا ضل عن نواة إن شاء الله بدي أسألك عن هذا الموضوع لأنه هذا موضوع مهم الكثير من هؤلاء لا يعودوا يعودوا بصفة زوار في نهاية المطاف اللقاء بدأ أرجع لك مرة أخرى وأسألك عن أنه هل تزور العالم العربي أنت بشكل دوري؟ والله صار لي تكتر من 20 سنة ما زورت 20 سنة طبعا صعب ما بتفكر على الأقل من باب الفضول الآن مسائل كورونا يعني بتقيق المسألة شو هيو لكن من باب الفضول على الأقل ما عندك فضول تيجي على هاي المنطقة من العالم شو كيف أحب باجي بس تعرف الصفر للبلاد العربية كثير صعب مش سهل يعني حتى مش ناحية أنه الفرص غير موجودة في نفس الوقت كوني مثلا فلسطيني بصعب على الوضع الواحد أكتر يعني صعب جدا واحد يطلع ويدخلوا بغزة وطبعا ما بقدر يحط شغله والعمل تبعه هون بخطر أنه بحالة راح وعلق بغزة طبعا في هذا أشياء ثاني بتأثر على ررار الواحد صحي يعني بس بسافر يعني بروح في مناطق الشرق الأوسط وبسافر كثير حول العالم بروح يعني يعني من خلال العمل وغيرها مم بس بنفس يعني إحنا هذه سورة يعني الأشياء يعني إحنا نعتبرها أشياء الحددية ضمن المؤثرات على تقدم العلم لدينا بشرق الأوسط أنه في كثير اختلافات وعننا كثير عندنا يعني دول صغيرة وفي نفس الوقت عندنا كتير خلافات هذه تؤثر يعني أنه على النمو لأنه نفسه ما فيه دولة واحدة ممكن تساعد على الاقتباس العلماء وتطورهم بشكل ذاتي فلازم يكون فيه انفتاح أكثر بين الدول والخلق هذه الشركات وخلق هذه الأشياء اللي ممكن تخلي العلماء والناس تطور يعني حتى عندنا الجامعات بحس إحنا بس بتخرج ناس يعني بس بس أنه يعني فيه عندنا كتير ناس بفهموا علماء وبيجوا للخارج بس اللي بيظل يعني ما بيشتغلوا ما بيعملوا ما بيتفعلوا لأنه ما فيه ما فيش فرص موجودة من ناحية أنه يستطيعوا أنه يشتغلوا فيها فطبعا هذا الشئ اللي برضو بيأثر يعني أنا بشتغل يعني مع جنوب شرق آسيا بسافر أكثر مبادرة سافر الوطن عرب ما فيه حتى مصانع مثلا أجنبية يعني بتاع معظم الشركات اليوم منها شركة مثلا أمريكية بتشغل بس في الرياضة والروبا يعني يعني نحكي ملتي ناشنال يعني أي شركة تعتبر شركة دولية طبعا هذه ما كثير يعني إحنا ما بنستقطبهم منهم يجوا عندنا أنهم بيفتحهم مثلا المصانع وشركات وأفرع في البلاد العربية طيب بروفيسور نايفي بدي أرجع لك مرة تاني بالنقطة اللي أثارها الدكتور أحمد وهي مسألة يعني إمكانية الاستفادة من العقول الموجودة في الخارج حتى لو قررت إنها تضل في الخارج هناك أمثلة أشار إلى المرحوم البروفيسور أحمد زويل هناك البروفيسور فاروق الباز الله يطول بعمره هناك شخصيات أخرى يعني استفاد منها الوطن العربي بشكل أو بآخر حتى من خلال وجودها في المهجر هل بالإمكان الاستفادة من هذه الخبرات بشكل أو بآخر أود أن أسمع رأيك في هذا الموضوع نعم نعم يعني في سنة 92 قبل حرب القليد الأولى بفترة وجيزة تجمع العلماء العرب أو مجموعة منهم من مختلف الدول العربية من الأصول العربية وأستثنا شبكة العلماء والتكنولوجيين العرب في الخارج لم نكن في المهجر إنما في الخارج لم يذهب ولم يعود فإنما يعني موجود ووضعنا خطة بالتعاون مع بعض المؤسسات العربية في مصر والأردن وحتى اليمن والليبيا وغيرها ولبنان على أساس نوضع خطة كيفية كيف نستفيد من الخبرات العربية في المهجر يعني إن كناش بدنا نرجع يا سيدي خلينا نشارق مع الغرب طبعا لأنه أصلا بدأت في الوطن العربي وذكر كم صرف الوطن العربي عليها من أموال لتجهيزة وتحضيرها ثم سلموها للغرب تسليم يعني بسهولة تامة فكان عندنا فكرة مع اتحاد الجامعات العربية أن نعمل دليل للعلماء والتقنيين والمهندسين والأصباء العرب في الخارج وتخصفاتهم وتوضع في متناول أيدي المسؤولين في الوطن العرب على أساس أنه تجمع ما بين من في الخارج ومن في الداخل فإذا كان اللي في الداخل ما عنده إمكانات فننشطه مثلا بالتعاون ممكن أنه ييجي على بلاد الغرب لفترة وجيزة ثم يرجع ديارات متشابه يعني فكانت عدة برنامج يعني متكامل ولا تستطيع أن تتعاون مع العالم العربي حتى تعرفنا يعني يعني الآن كنا نتفرج على برنامج اللي سبق هذا عن السودان إيش يعني أستاذ في جامعة 93 دولار شهريا شوف يعمل فيها هذه أنا أذكر بسنة التسعين إيار بـ 92 قبل ما تفتت بالتعاون السوفيتي هكذا كانت معاشات الأساتذة من التعاون السوفيتي وعندما تفتت وضعت الأولاد المتحدة برامج مشان يشغلهم وعلي كل المعاشي الأستاذ 50 دولار 100 دولار 90 دولار لا هذا يعني غير كافي للراحة لا بس المعاشات أنا أكد لك بروفيسور نايف تحسنت كتير في عالمنا العربي خاصة بالنسبة لأساتذة الجامعات واللي بيشتغلوا في مجال الأبحاث كتير أفضل مما كانت عليه يعني لم نصل إلى المرحة المثالية لجب لا نبخل يعني ابخل على كل شيء ما عدا من يقدم خدمة علمية تقنية في العالم العربي إلى شعب لأطفال لأولاد لأصلاق يجب أن نبخل عليه أبدا كويس طيب دكتور أحمد عنا أقل من دقيقة بدي أسمع منك أفضل السبل لبناء هذه الجسور التي أشرت إليها حضرتك حتى نستفيد من هذه الخبرات الموجودة برا إذن المجتمع العلمي العربي في الخارج هناك قطاع قابل للعودة إذا توفرت الظروف هؤلاء يجب أن نستعد وأن نخاطبهم هناك قطاع لا يستطيع العودة ولكنه قابل للتعاون وكناك قطاع ثالث لن يعود ولن يتعاون نركز على ألف وبه وليس على جيم الأمر الثاني هناك نمازج ناجحة جامعة أحمد زويل جامعة زويل في القاهرة مستشفى مجد يعقوب والفرع الثاني هناك دعم وتبرع إماراتي للفرع الثاني من مستشفى مجد يعقوب وفي مركز بحثي إذن نموذج مجد يعقوب ونموذج أحمد زويل في تجسير المسافة الجسر بين مصر والغرب أيضا هناك علماء عرب مشاركون في وكاتف الفضاء الإماراتية والتي وصلت الآن إلى المريخ وإلى أشياء مبدعة جدا هناك أمل باستمرار ولا يجب أن يأس لكن هذا الرقم 6 تليون دولار منذ ناشط النظام العالمي الجيد حتى الآن استنزفه من العالم العربي هذا يوجب التوقف والاستعداد لمعالجة ذلك شكرا جزيلا لك دكتور أحمد المسلماني مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية كان معنا من العاصمة المصرية أشكر ضيفنا من مدينة هيكتستاون في نيوجيرزي الأمريكية المهندس لوأي باسيوني مسؤول فريق الهندسة الكهربائية في فريق مروحية ناسا لمريخ 2020 وكان معنا أيضا من مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي البروفيسور مونير نيفي العالم والمتخصص في النانو تكنولوجي شكرا جزيلا لكم جميعا مشاهدين شكرا لكم مرة أخرى على التفاعل وعلى التعليقات نراكم لأسبوع المقبل إن شاء الله في نفس التوقيت ولم نفاق موسيقى